وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود إلى اليابان في زيارة الرسمية وكان في مقدمة مستقبلية الملك لدى وصوله البطار الدولي في توكيو صاحب السمو الامبراطوري ناروهيتو وليو عهد اليابان كما كان في استقبال الملك سافير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أحمد البراك وعضاء السفارة السعودية في توكيو إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى قاعة الاستقبال حيث عزف السلماء الملكي السعودي والوطني الياباني بعد ذلك صفح الملك سفراء الدول العربية لدى اليابان فيما صفح سموه لعهد اليابان أصحاب السموه الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين عقب ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين في موكب الرسمي للمقر المعد لإقامته وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السموه الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقر بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب سمو الملكي لامير راكان ابن سلمان ابن عبد العزيز كما وصل في معية الملك كلهم من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ورئيس المراسم الملكية خالد العباد ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين ومساعد رئيس الدول الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر ورئيس الحرس الملكية الفريق أول حمد العهلي ونائب رئيس الدول الملكية عقل العقل والمستشار في الدول الملكية دكتور محمد الحلوى ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم والمستشار في الدول الملكي تركي أهل الشيخ